تحيات للجميع وأهلا وسهلا لكم في القناة اليوم رحمة المراجعة لكاميرا جديدة وهي هذه الكاميرا وهي السوني A6400 رفعت صور تجربتي لهذه الكاميرا في حسابي في الفلكر أنصحكم أن تذهبوا وتشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا الرابط في الأسفل فكما عودتكم دائما سوف أتحدث عن الكاميرا من ناحية تقنية وبعد ذلك سوف أبدي رأيي بالكاميرا وأيضا سوف أتحدث عن الأمور السلبية والإيجابية في هذه الكاميرا ومرأة أخرى لا تنسى تعملوا سابسكرايب ومشاكلة هذه القناة مع الجميع وما تنسوا تقرأوا جرس الانبهات حتى صلكم كل شيء جديد برفعوا لهذه القناة فخليني أبدأ وخليني أجعل للمكتب طبعا هذا مكتب الجديد هنا جدا جديد فخليني نذهب للمكتب ونبدأ بالتحدث عن هذه الكاميرا قبل البيت بيتحدث عن هذه الكاميرا بحب وضح نقطة مهمية جدا المقطع في البداية صورته قبل أربعة سابيع وبكل صراحة في الفترة الأخيرة صار عندي نوعه من الإحباط من قلة الدعم لهذه القناة من سواء كان من المشاهدين سواء من الأشخاص الذين أجيب على أسئلتهم بجاوب بشكل يومي على كثير من الناس هناك فيديوهات جاوبت على أكثر من 2000 شخص عند النظر في الإحصائيات أجد أن فقط 50 شخص قاموا بعمل مشاركة لهذه الفيديوهات وبكل صراحة أنا شخص واحد بعمل على هذه القناة منذ سبع سنوات السؤال ليش هيك؟ ليش أنه أنت عم تستفيد؟ ما بتفيد هذه القناة؟ للأسف هناك شريحة انتهازية وما بتحب تفيد الآخرين فالسؤال شو الحال؟ ما بعرف هل أنه رح سستمر في القناة الإجابة نعم؟ بس التشجيع والدعم هو جداً مهم أيضاً زيادة عدد المشاهدة ممكن يخفف عليه من ناحية مادية وأيضاً ممكن يطين قوة أنه تحدث مع الشرك اللي بتقوم بعملية إنتاج الكاميرات وبكل صراحة خلال سبع سنوات كل ما تشاهدوه في القناة من عدة تصوير كاميرات عدسات هي ملك شخصي إليه طبعاً أنا ببيع بشر كاميرات بس الأمر مكلف فمرة أخرى دعمكو جداً مهم لإستمرية هذه القناة وبالصراحة هي القناة العربية الوحيدة اللي بتقدم شرح ومراجعة لعدسات بشكل فعلي وعملي فالسؤال ليش إنه إحنا ما مندعم هيك مشروع؟ سأعود لنشر الفيديوهات بشكل أسبوعي كما عودكم دائماً فبتأمل لجميع إن شارك هذا القناة ما يكون بخيل وتحدينا للأشخاص الذين أجيب على أسئلتهم ما تكون انتهازة فقط استفيد ما تفيد هذه القناة إذا أنت استفادتنا هذه القناة فأقل إشي ممكن تعمله هو إنك تشارك القناة أو الفيديو فالآن خلينا نتحدث عن كاميرات سوني ألفا 6400 خلينا نبدأ بالأمور التقنية وشكل سريع الكاميرا بدون مرآة تحويها مستشعر كروب فريم المستشعر ينطي صور بحجم 24 ميجابيكسل الكاميرا تأتي مع نظام فوكس جداً قوي نظام الفوكس يحوي على 425 نقطة فوكس ونظام الفوكس هو نفس نظام الفوكس الموجود في كاميرات زي سوني ألفا 7 إصدار الثالث وأيضاً سوني A9 وقوة نظام الفوكس الجديد في هذه الكاميرا يكمن في تصوير الفيديو تحديداً تتبع مستمر لهدف خلال تصوير الفيديو فالكاميرا تستطيع أن ترفع الوجه أو العين بشكل جداً جداً فعال وهذه أحد الأمور القوية في هذه الكاميرا الكاميرا تصور فيديو بحجم 4K أيضاً هناك إمكانية لتصوير ملفات أو فيديو خام أو اسلوغ ثلاثة وأحد الأمور القوية في هذه الكاميرا هو أن مدة تصوير الفيديو هي غير محدودة أغلب الكاميرات في هذه الفئة سواء كامل سوني أو كانون أو نايكون أو فوجي فعملياً هناك تحديد لثلاثين دقيقة لكل مقطع طبعاً هنا نستثني كاميرا سوني GH5 فهي أيضاً لا تحوي على تحديد لفترة تصوير الفيديو لكل مقطع ولكن سعر هذه الكاميرا ألفين دولار الكاميرا تأتي مع شاشة بحجم 3 إنش تعمل باللمس وقابل الطيب بدرجة 108 درجة هذا الأمر منطيك أنه تصور سيلفي أو تصور نفسك ولكن هناك مشكلة صغيرة في الشاشة هو أنه إذا أردت أن نضيف مايكروفون ستلاحظ هذه الصورة فعملياً المايكروفون سيقوم بحجب الشاشة طبعاً هي نقطة سلبية ولكن هناك حال جداً بسيط ممكن تشترك قاعدة وتضع الكاميرا على القاعدة والمايكروفون سيكون بجانب الكاميرا الكاميرا تحوي على إتصال واي فاي وأيضاً إتصال NFC الكاميرا تصور صور عادية بسرعة 11 إطار في F ثانية وحسية الحساس أو المستشعى للضوء تبتت بين 100 آيسو وحتى 32 ألف آيسو وزن الكاميرا هو 403 جرامات أيضاً الكاميرا تحوي على عدة منافذ هناك منفذ لمايكروفون خارجي هناك منفذ واحد لكروت الذاكرة من نوع SD كارد أيضاً هناك منفذ لميني HDMI وأيضاً منفذ لميني USB فعملياً هذه أهم الأمور التقنية بهذه الكاميرا وسعر الكاميرا هو 1000 دولار في ألود المتحدة الأمريكية وأيضاً سعر يشمل عدسة سوني 16-50 ميلي جميع الصور في حسابي فليكر صورتها باسقدام هذه العدسة العدسة هي جداً ممتازة كبداية الآن رأيي الشخصي بهذه الكاميرا سوف أبدأ بالأمور السلبية في هذه الكاميرا طبعاً وذكرت موضوع الشاشة وعندما تقوم بوضع المايكروفون فعملياً سوف أقوم بحجب الشاشة طبعاً هناك حل ولكن ما زالت تعد نقطة سلبية النقطة السلبية الثانية هو عدم وجود مثبت بصري مبني في داخل الكاميرا كما والحال في كاميرات سوني ألفا 6500 أو سوني A7 الإصدار الثالث طبعاً هناك عدسات من سوني تحوي على مثبت بصري أو مقلل اتزاز ولكن حجم العدسات سوف يكون كبير بعض الشيء وأيضاً سعرها شوي غالي فأي شخص يجد أن يستخدم هذه الكاميرا للتصوير خلال الحركة بمفضل أن يستخدم جيمبل أو عصا تساعد على تقليل الاهتزاز النقطة الثالثة السلبية في الكاميرا وهي دعنا نقول في كل كاميرات سوني البطارية فعملياً خلال تجربتي لهذه الكاميرا سطعت أن نصور تقريباً كحد أقصى 400 صورة وأيضاً تصوير 4K كحد أقصى حتى 90 دقيقة ولكن مرة أخرى سهل هذه البطاريات هو جداً رخيص ممكن تشريها عبر موقع أمازون سعر البطارية تقريباً 30 دولار فبشكل عملي أي شخص يريد أن يشتري هذه الكاميرا بنصحه أن يشتري عدة بطاريات مع هذه الكاميرا فهذه أم النقاط السلبية في الكاميرا بالنسبة للنقاط الإيجابية في الكاميرا أولاً نظام الفوكس في الكاميرا وتحديداً في تصوير الفيديو هو جداً ممتاز وهو يستطيع أن ينافس نظام الفوكس الموجود في كاميرات كانون المعروف بدوال بكسلينج فعملياً هو جداً ممتاز نقطة إيجابية الثانية تحدثت عنها قبل قليل أنه ما في هناك تحديد لفترة تصوير الفيديو أغلب الكاميرات من فوجي، نايكون، كانون تقوم بتحديد تصوير الفيديو فعملياً كل مقطع كحد أقصر سيكون فقط 30 دقيقة وهنا هناك السؤال المهم هل أنصح بهذه الكاميرا؟ طبعاً الإجابة دائماً الأمر بتعلق فيه المزانية إذا مزينتك ألف دولار بدك كاميرا لتصوير صور عادية وحجم صغير عملياً أنصح بهذه الكاميرا أما إذا انت شخص بدك كاميرا لتصوير الفيديو بتحديداً بدك تصور أفلام طويلة أو محاضرات أو اجتماعات أو فعاليات أعراس إلى خيره، بدك كاميرا إضافية بتصور فيديو بدون تحديد بتصور 4K وفيها نظام فوكس جداً قوي فعملياً أنصح بهذه الكاميرا وهنا خلينا أقول حسب رأيي هي أفضل كاميرا لتصوير الفيديو سعرها أقل من ألف دولار فعملياً هذه كانت أول مراجعة لأول كاميرا بعد انقطاع لمدة ثلاث أسابيع بتأمل من الجميع أنه يساهم في دعم هذه القناة إذا اندي شخص استفاد من هذه القناة ادعم هذه القناة ما تنسوا أن تشاركوا في القناة وتضغطوا على جرس التنبيهات حتى يصلكوا كل شيء جديد برفعوا لهذه القناة وفي النهاية من مدينة نيويورك بتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد ترجمة نانسي قنقر